هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو سنقوم بأخذ نظرة عامة عن المسلز of the intralateral abdominal ball وذلك لتقليل حجم الفيديوهات وأيضا صناعة تصور في أذهانكم عن ال intralateral abdominal ball muscles بشكل جيد سنقوم أولا باستذكار ال ILS لهذه المحاضرة محاضرة ال intralateral abdominal ball بشكل عام ومن ثم سنقوم بأخذ general description on the muscles of the intralateral abdominal ball هذه المحاضرة ستكون عن الاناتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الابديمن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الاناتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل ال intralateral abdominal wall لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على ال whole story of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال ILS أو ال Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description ل the layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال intralateral abdominal wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على الركتس شيث والليني ألبا والإمباليكال رينك وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا summary لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال ILOs لمحاضرة ال intralateral abdominal wall بالكامل لذا فأن هذا الفيديو متعلق بال ILO الرابع لهذه المحاضرة محاضرة ال intralateral abdominal wall وسيتم تجزئة هذا ال ILO إلى 6 أجزاء في كل جزء سنتعرف على عضلة معينة ولكن هذا الفيديو سيكون general description لهذه العضلات بالكامل ولكن سيكون بشكل خاص لـ 3 flat muscles of the intralateral abdominal wall وقد قمت بتجزئة هذه المحاضرة إلى عدة فيديوهات صغيرة بناء على طلبكم لذا لنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن العضلات الأساسية التي سنتعرف عليها إن شاء الله خلال هذا الفيديو ولكن في الحقيقة نحن سنتعرف على خمسة عضلات ولكن الأضلة الخامسة ليست بالعضلة المهمة جدا ولن نحتاج إلى عمل هذه التفاصيل عنها ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن هذه هي عبارة عن العضلات الأساسية وكما اعتدنا في محاضرات الأبرلم سنقوم بأخذ تفاصيل معينة عن كل أضلة هذه التفاصيل هي origin, insertion, innervation and action وأيضا كما اعتدنا في محاضرات الأبرلم فسنتعرف على relative position لهذه العضلات فسنتعرف أي من هذه العضلات external وأي منها intermediate وأي منها internal وأي منها medial وأي منها lateral بالنسبة لبعضها البعض وسنتعرف على أشكال العضلات وتفاصيل أخرى لذا لنبدأ الثمان نلاحظ هذه عبارة عن العضلات التي ستكون intralateral abdominal wall وفي الحقيقة هناك عضلة ستكون posterior abdominal wall أيضا ولكن موضوعنا الآن هو عبارة عن intralateral abdominal wall muscles فلدينا external oblique muscle ولدينا internal oblique muscle ولدينا transversus abdominis ولدينا erectus abdominis وأخيرا ليست موجودة هنا لدينا الperamedalis muscle هذه هي أسماء العضلات التي سنتطرق لها خلال هذا الفيديو there are five bilaterally paired muscles in the intralateral abdominal wall مثل ما قلت قبل قليل أن لدينا خمسة عضلات في ال intralateral abdominal wall ولكن هذه العضلات bilaterally paired أي لدينا عضلات على الright وعضلات على الleft لذا مجموع هذه العضلات بالكامل هي عشرة أضلات خمسة على اليمين وخمسة على اليسار هذه الخمسة أضلات منها three flat muscles two vertical muscles من المؤكد أن vertical ليس versus flat flat muscles يعني أنها عضلات مسطحة أو عضلات flat أما vertical muscles يعني أنها تكون موجودة بشكل vertical وهي عبارة عن rectus abdominis والperamedalis أما three flat muscles فهي عبارة عن external oblic muscle internal oblic muscle وتransversus abdominis muscle فيصبح المجموع خمسة أزواج من العضلات والعدد الكامل 10 خمسة على الright وخمسة على الleft وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصور عدنا لها من جديد لكي تساعدنا في حفظ أسماء العضلات فسنذكر أسماءها كثيرا في هذا الفيديو هذه عبارة عن external oblic muscle هذه عبارة عن internal oblic muscle هذه عبارة عن transversus abdominis muscle وهذه هي عبارة عن the three flat muscles أما هنا فلديه rectus abdominis muscle وهي عبارة عن vertical muscle ولديها أيضا هنا تقريبا هناك أضلة نسميها بالpermedalis أيضا ستكون vertical لذا فلديه اثنان vertical ولديه ثلاثة flat the three flat muscles are external oblic muscle internal oblic muscle and transversus abdominis هذه هي العضلات الثلاثة الفلات التي سنبدأ بها لذا الموضوعين الأساسيين لهذا الفيديو هو عبارة عن the three flat muscles and two vertical muscles وبنهاية هذا الفيديو سنتعرف على هذه العضلات بالتفصيل الجميل بحيث أننا سنخرج من هذا الفيديو وإن شاء الله لن ننسى هذه العضلات أبدا مثل ما نلاحظ مرة أخرى هذه عبارة عن external oblic internal oblic transversus abdominis muscles وهذه هي عبارة عن the three flat muscles وهذه هي أهم عضلات intra lateral abdominal wall لذا سنتعرف أولا على بعض التفاصيل التي تخص هذه العضلات بالكامل مبدئيا ومن ثم سنأخذ كل عضلة من هذه العضلات وندرسها على حدة بشكل تفصيلي جميل مثل ما نلاحظ the muscle fibers of these three concentric muscle layers have varying orientations ماذا يعني ذلك تعرفنا على هذا الشيء في الفيديو السابق وقلنا أن المصل fibers لهذه العضلات تترتب بشكل مختلف في كل عضلة في اتجاه عمليا مختلف وليس بشكل مختلف في اتجاه مختلف لكل عضلة فلدينا external oblic تكون بهذا الشكل وال internal oblic تكون بهذا الشكل ومن ثم تعود transversus abdominis بهذا الشكل أو بهذا الاتجاه with the fibers of the outer two layers running diagonally ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن هذه الفيبر لـ two outer muscles تكون بشكل مائل ليس بشكل عمودي أو بشكل أفقي وإنما تكون بشكل مائل فحينما تكون بهذا الشكل وبهذا الشكل فإننا نقول أنها تكون بشكل diagonally وبالإضافة إلى أنها diagonally arranged أو oriented فهي عبارة عن perpendicular to each other يعني أنها متعامدة يعني أنها متعامدة على بعضها البعض الآن لدي هذا الـ index vertical وهذا الـ index سيكون horizontal لذا هذان الـ two indices السبابتان هما عبارة عن perpendicular to each other أي متعامدان على بعضهما البعض ولكن for the main part ليست جميع الأزاء ستكون بهذا الترتيب ولكن الأزاء الأساسية من هاتين العضلتين سيكونان بهذا الترتيب وسنفهم أكثر بعد قليل and the fibers of the deep layer running transversally هذا يعني أن اتجاه المuscle fibers للترانسفيرسس abdominis muscle سيكون باتجاه horizontal والترانسفيرسس abdominis هي عبارة عن deepest layer of the intralateral abdominal wall muscles هذه المحاضرات هي عبارة عن pure anatomy أي عبارة عن تشريح نقي تشريح خام هذه عبارة عن بداية دراسة التشريح للأبديمن ولكن هذه التفاصيل أنا أتطرق لها لأننا سنحتاج لها في السيرجري وبعد قليل سنفهم لماذا علي أن أفهم الـ directions لهذه المuscle fibers لكل عضلة مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن external oblique muscle ومثل ما نلاحظ اتجاه المuscle fibers سيكون لها بهذا الاتجاه ستكون infromedially أي هذا هو عبارة عن inferior هنا الـ inferior وهذا سيكون عبارة عن المedial لذا فهي ستكون infromedially لذا فأن المuscle fibers orientation لـ external oblique muscle هو عبارة عن diagonally سيتجه باتجاه diagonal وسيكون infromedially أي إلى الأسفل وإلى المedial باتجاه المedline ومور يقول أن اتجاه المuscle fibers هو باتجاه حركة اليد حينما تريد أن تضع يدك في جيبك بهذه الطريقة لذا فالاتجاه يكون بهذا الشكل في حين أن الـ internal oblique muscle تتجه باتجاه مختلف فستكون بهذا الاتجاه أي supra medially فلدينا هذا هو superior وهذا هو عبارة عن المedial لذا فاتجاه المuscle fibers للإنترنال oblique muscles سيكون عبارة عن supra medially في حين اتجاه الترانس versus abdominis سيكون horizontal أي بهذا الاتجاه horizontal لذا فلدينا الـ external oblique muscles ستكون بهذا الاتجاه والإنترنال oblique muscles ستكون بهذا الاتجاه ومن ثم الترانس versus abdominis ستكون بهذا الاتجاه وأيضا مرة أخرى مور يقوم بتشبيه اتجاه المuscle fibers للإنترنال oblique muscle باتجاه حركة يدي اليمنى إلى كتفي الأيسر فستكون بهذا الاتجاه سوبر سيكون سيكون بهذا الاتجاه سيكون سيكون بهذا الاتجاه سيكون اتجاه الفيبر للإكسترنال oblique والإنترنال oblique أي متعامدان على بعضهما البعض أما اتجاه المuscle fibers للترانس versus abdominus فسيكون horizontal الآن السؤال المهم لماذا نحتاج إلى معرفة هذه التفاصيل لماذا نحتاج إلى معرفة مثل ما نلاحظ الجواب في هذه الصورة هذه عبارة عن رسمة توضيحية للإنسجن الذي نحتاج إلى أن نقوم به حينما نريد أن نقوم بعمل ابندسكتومي أو ابندكتومي أي استئصال الزائدة الدودية حينما يكون لدينا أكيوت ابندسايتس هذا هو عبارة عن لين سنتعرف عليه إن شاء الله بعد قليل ولكن هنا سيكون موقع الأنتيرير سوبرير إليك سفاين التي منها سينطلق الإنجونال لجامنت أو سيكون لدي الأتاتشمنت أو أحد الأتاتشمنت للإنجونال لجامنت وهذه عبارة عن الأمبليكس فما بين الأمبليكس وما بين الأنتيرير سوبرير إليك سفاين سيكون لدي لين نسميه بال على بعد 2.5 سنتيمتر على بعد 2.5 سنتيم من الأنتيرير سوبرير إليك سباين من هذه النقطة التي سنسميها بالمكبيرني سنقوم بعمل تكون باتجاه بارالل لاتجاه المسل فايبرز لهذه العضلات الثلاثة هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع تخص السيرجري ولكن كل ما أريده من هذا السلايد أن تفهم لماذا دققت على اتجاه المسل فايبرز لهذه العضلات الثلاثة فلاتجاهها أهمية في السيرجري إن شاء الله في المستقل ماذا يعني ذلك مثل ما قلت أن العضلة تتكون من جزئين الجزء الأول هو عبارة عن مصل فايبرز مصل تيشيو هذا المصل تيشيو هو عبارة عن الجزء المتقلص من العضلة والذي نسميه بالمصل بيلي أما الجزء الثاني من العضلة وهو عبارة عن المصل attachment لالعضلة مصل attachment proximal ومصل attachment distal فهذه الثري flat muscles جميعها لها مصل attachment بصيغة aponeurosis والaponeurosis هو عبارة عن تركيب flat يكون بشكل ورقة بشكل sheet وهذا الaponeurosis لكل عضلة من هذه العضلات سيمتد anteriorly و medially وبالتالي سيكون شيء نسميه باركتس sheet سنتعرف عليه خلال الفيديو القادم وسنتطرق له بعض الشيء خلال هذا الفيديو مثل ما تعرفنا من الفيديو السابق هذه عبارة عن الاسكن وهذا هو عبارة عن السابيكوتينيو ستيشو والسابيكوتينيو ستيشو بيلو ذا امبليكوس له طبقتين فاتي لير ومنبرنس لير كامبر فاشا واسكاربا فاشا في هذه الجهة على اليمين قمنا بإزالة السكن والسابيكوتينيو ستيشو فظهرت لدي هذه العضلة وهي عبارة عن الاكسترنال أوبليك مصل ومثل ما نلاحظ اتجاه المصل هو عبارة عن انفرو ميديل وإيضا مثل ما نلاحظ حينما تصل العضلة لهذه النقطة وهذه النقطة فأنها Crystal Fibers إلى Abeneurotic Fibers إلى Connected Tissue هذا الابنيروسes للأكسترنال أوبليك مصل هو عبارة عن المصل تاتجمنت لهذه العضلة وأيضا مثل ما نلاحظ في هذه الصورة قمنا بإزالة الأكسترنال أوبليك مصل مثل ما نلاحظ تبقى الابنيروسيز للأكسترنال أوبليك مصل فقط في هذه الجهة مثل ما نلاحظ هذه طبقة الأبانيروسيز للأكسترنال أبليك مصل أما هذه فهي عبارة عن الانترنال أبليك مصل وأيضا مثلا نلاحظ هنا لدي مصل فايبرز وحينما أصل لهذه النقطة سيكون لدي أبانيروتك فايبر ولا تنسوا أن الأبانيروسيز لهذه العضلات هو جزء من العضلة لأن العضلة هي عبارة عن عضو عبارة عن أورغن هذا الأورغن فيه وفيه كونكتف تيشيو وأيضا مثلا نلاحظ في هذه الصورة قمنا بإزالة الأكسترنال أبليك مصل والإنترنال أبليك مصل وظهرت لدي الترانسفيرسس أبدمينس مصل وأيضا مثلا نلاحظ الترانسفيرسس أبدمينس مصل حينما تصل لهذه النقطة فأن المصل فايبرز ستتحول من مصل فايبرز إلى أبانيروتك فايبرز إلى كونكتف تيشيو من مصل تيشيو إلى كونكتف تيشيو وأيضا مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الترانسفيرسس أبدمينس مصل وهذا هو عبارة عن الأبانيروسيز لهذه المصل بين the mid-clavicular line and the mid-line لنفهم هذا المقطع من هذا النص تعرفنا في المحاضرة السابقة على الميد-clavicular plane وقلنا أن الميد-clavicular plane هو عبارة عن plane سيقوم بقطع الأبديمن بطريقة من الأنتيرير إلى البوستيرير أي أنه سيقوم بقطع الأبديمن بهذه الطريقة وهذا الميد-clavicular plane سيمر بالميد-clavicular point أي في منتصف الكلافيكل وأيضا سيمتد إلى منتصف الإنقونال لجامنت لذا فإن الميد-clavicular line هو عبارة عن line يمر ما بين منتصف الكلافيكل إلى منتصف الإنقونال لجامنت أما الميد-line فهو عبارة عن line في المنتصف عبارة عن خط في منتصف الجسم يقوم بتقسيم الجسم بالكامل إلى نصفين نصف right ونصف left نصفين متساويين لذا ما بين الميد-clavicular line والميد-line سيقوم هذا الأبنيروسيز لهذه العضلات الثلاثة الأكسترنال أبليك الانترنال أبليك والترانسفيرساس أبدامينس مصل ستقوم هذه الأبنيروسيز بتكوين أي أن هذه الأبنيروسيز الثلاثة ستقوم بتكوين شيء نسميه rectus sheath ستقوم بتكوين غلاف سيحتوي بشكل أساسي على rectus abdominis مصل وهي العضلة الـ vertical الأساسية لعضلات الانترولاتر الأبنيروسيز فبالثام نلاحظ هذه عبارة عن الأكسترنال أبليك مصل وهذا هو عبارة عن الأبنيروسيز لهذه الأكسترنال أبليك مصل وعند هذه النقطة هذا هو عبارة عن الميد لاين وهنا سيكون الميد كلافيكولر لاين الثمان نلاحظ هذا هو الميد لاين وهذا هو عبارة عن الميد كلافيكولر لاين عبارة عن لاين يوصل ما بين منتصف الكلافيكول من الأعلى ليس ظاهر في هذه الصورة ومنتصف الإنقونال لجامنت فما بين هذان التو لاينز ستقوم الأبنيروسيز للثلاث عضلات الأفلات للأنترولاتر الأبدامنال وال بتكوين شيث سنسميه الركتس شيث سيحوي هذا الشيث بشكل أساسي على الركتس أبدامنس مصل مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الأبنيروسيز للإنترنال أبليك مصل وعند هذه النقطة تقريبا هذا هو عبارة عن الميد كلافيكولر لاين وهذا هو عبارة عن الميد لاين فما بين هذان التو لاينز سيساهم الأبنيروسيز للإنترنال أبليك مصل بتكوين الركتس شيث وأيضا الحال مشابه بالنسبة للأبنيروسيز للترانسفيرسس أبدامنس مصل فالأبنيروسيز لهذه العضلات الثلاثة ستساهم بتكوين الركتس شيث مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الركتس أبدامنس مصل وهنا مثلا نلاحظ سنأخذ مقطع أرضي هنا هوريزنتل كات سكشن هنا بيلو ذا أمبليكس وهنا أبوف ذا أمبليكس ومثلا نلاحظ يتضح هنا مساهمة الأبنيروسيز لهذه الأفلات مصل الثلاثة بتكوين الركتس شيث هذه عبارة عن الركتس أبدامنس مصل ستكون أيضا يتضح هذا الشيء هنا وهناك تفاصيل إضافية سنتأرف عليها إن شاء الله خلال فيديو قادم الذي سيكون مخصص للركتس شيث أيضا مثلا نلاحظ هذه الصورة أكثر توضيحا توضح الركتس شيث هذه عبارة عن الركتس أبدامنس مصل وهنا سيكون المد كلافيكولر لاين وهنا سيكون المد لاين وما بين هذان التو لاينز سيكون لدي الركتس شيث والذي سيتكون من الأبنيروسيز لهذه العضلات الثلاثة الأكسترنال أبليك مصل والإنترنال أبليك مصل وأخيرا الترانسفيرسس أبدامنس مصل ماذا يعني ذلك؟ لنأخذ مثال لدينا الأكسترنال أبليك مصل على الرايت وعلى الليفت حينما تأتي هذه الأكسترنال أبليك مصل وتلتقي في المنتصف فأن الفايبرز لهذه الأكسترنال أبليك مصل على الرايت وعلى الليفت فإنها تتحد الفايبرز لها تتحد فنقول أن الفايبرز للأبنيروسيز لهذه الأكسترنال أبليك مصل على الرايت وعلى الليفت انترويف أي تتشابك ونقطة تشابك هذه الأفنيروسيز من الرايت ومن الليفت سنسميها باللينية ألفا سيكون موجود في الميد لاين ما بين الزيفويد بروسس من الأعلى والفيوفيك سينفسيز من الأسفل وهذا الشيء لن يكون فقط للأكسترنل أفليك مصل وإنما أيضا للإنترنل أفليك مصل والترانسفيرسس أبداميناس مصل لذا فإن اللينية ألفا هو عبارة عن ريف سيتكون بسبب الانتر ويفينغ لكل هذه العضلات الثلاثة الفلات من الرايت ومن الليفت لذا فإن الفايبرز للأفنيروسيز لهذه العضلات الثلاثة حينما تصل إلى الميد لاين فإنها تقوم بعمل انتر ويفينغ تتشابك بين بعضها البعض لتكون اللينية ألفا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الأكسترنل أفليك مصل على جهة الرايت وهذه أيضا عبارة عن الأكسترنل أفليك مصل على جهة الليفت وفي هذه النقطة سيظهر لدي الانتر ويفينغ أي التشابك ما بين العضلتين من الرايت ومن الليفت وهذا التشابك سيسمى باللينية ألفا وهو يمتد ما بين الزيفويت بروسس أوف دسترنم من الأعلى والبيوبك سمفسيز من الأسفل أيضا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الزيفويت بروسس أوف دسترنم وهذه عبارة عن البيوبك سمفسيز وهذا هو عبارة عن اللينية ألفا أولا لنتأرف على ماذا يعني ديكاستيشن ديكاستيشن ببساطة هي عبارة عن انتقال الفايبرز من جهة إلى أخرى أي من الرايت إلى الليفت أو من الليفت إلى الرايت أو من الديب إلى السوبرفشل لذا مصطلح ديكاستيشن هو عبارة عن انتقال الفايبرز من جهة إلى أخرى أو عبور الفايبرز من جهة إلى أخرى وأكثر ما يستخدم هذا المصطلح حين انتقال أي فايبرز على الإطلاق عمليا من الرايت إلى الليفت من جهة معينة من الجسم إلى جهة أخرى من الجسم وهذا المصطلح يستخدم أيضا في النيورواناتومي الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في يوم من الأيام على هذه القناة لذا فهذا الديكاستيشن هو الانتر ويفين لا يكون فقط ما بين الرايت والليفت لنفس العضلة وإنما أيضا سيكون ما بين العضلات مثل ما نلاحظ باذا يعني ذلك؟ يعني أنه لن يكون فقط ما بين الرايت والليفت وأنما أيضا سيكون ما بين الديب لير والنترموديس quéred. home هناك ما بين الright والleft وأيضا ما بين الdeep والsuperficial أو السuperficial والdeep مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن وهذه عبارة عن هذه على الright وهذه على الleft وهنا أيضا سيكون لدي لهذه من الdeep إلى السuperficial لذا كملخص مفيد فإن اللينية البا سيتكون نتيجة الديكسيشن والإنترويفين للأبن هيروتك فايبرز هذه العضلات الثلاثة في كل الاتجاهات deep وسuperficial وright وleft فسيكون هناك تشابك معقد في الميدلين سيكون اللينية البا قد تعرفنا على تفاصيل عامة فيما يخص هذه الثري افلات مصوز الثلاثة أما الآن فسنقوم بالتعرف على تفاصيل تخص كل عضلة من هذه العضلات الثلاثة بشكل تفصيلي أكثر سنتعرف على لكل عضلة من هذه العضلات الثلاثة وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتغي إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون عن العضلة الأولى من عضلات الانترولاتر الأبدومنال وال وهي عبارة عن الأكسترنال أوبليك مصل لذا نلتقي في الفيديو القادم